الحمد الخمس يقول عندهم مسجد من السينات قريبا على بيته في القرية واحد مشي بعد شورة كيلو مش عاجب المسجد دار واحد عطاه أرضه وبني شورة مسجد يعني مش جامع يعني قال ما الحكم الصلاة فيه أنا سألته هل المسجد الجديد فيه جمعة قال لا الحمد لله الأمر هيا أهوا يعني مش جيد هو مش جيد يعني تقليل عدد الناس في المسجد الجامع بدون مبرر مقبول هذا ليس جيدا لكنه ليس حراما في كل الأحوال ولا يكون مبطلا للصلاة في المسجد الجديد لأن المسجد الجديد هو مش مسجد جامع هو مصلى أوقات لكن المشكلة لما يكون مسجد جامع يفرق الناس في صلاة الجمعة بدون مبرر هذا المشهور في مذهبنا أن الصلاة في المسجد الجديد باطلة لا يجوز أنك أنت تدير مسجد في نفس الحي تدير مسجد جامع قريب بدون مبرر مثلا ازدحام عشكفة المسجد هذا صارت لقدر الله فتنة بين أهل المسجد ممكن يصير اقتتال ممكن يصير دماء قلنا والله ما فيش حل إلا احنا نفرقوهم ضرورة يعني نقولهم خلاص ديروا مسجد ثاني حتى قال علماؤنا أول ما تنتهي الفتنة ويتصالح الناس يعود أهل المسجد الجديد إلى المسجد القديم حرصا على جمع الكلمة وليعد قال خليل في مختصري في باب الجمعة والجمعة للعتيق مسجد العتيق هو الجمعة الشرعية الجمعة الثانية باطلة هذا المشهور في المذهب بعدين بعض المتأخرين الملكية قالوا جرى به العمل وعمت به البلوة تساهلوا نوعا ما في هذا لكن مدام هذا مش مسجد جامع هذا مصلى أوقات يعني نقول لا ينبغي هذا بدون مبر المفروض نحن نكتر عدد المصلين لأن كل ما زاد عدد المصلين زاد الأجر ورد الحديث أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل يعني مع الأربعة أزكى من صلاته مع اثنين وما كان أكثر فهو أحب إلى الله كل ما زاد العدد لأن لما يدعو هؤلاء الله عز وجل يشفع بعضهم في بعض كل ما زاد العدد زاد احتمال وجود رجل صالح رجل ولي من أولياء الله من المصلين رجل مجاب الدعوة فتكتر يكتر احتمال وجود الصالحين ومجابي الدعوة هذا يعود بالخير على كل المصلين